أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 بولاة ثانية بعد نيله 90.7% من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس واقترع مليونين واربعمائة الف شخص لصالح سعيد بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 الف صوت والنائب السابق زهير المغزاوي 52 الف صوت وبلغت نسبة المشاركة 28.8 وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024